قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حصل أن كفار مكة أرادوا إعادة بناء الكعبة لأن الكعبة تهدم منها شيء بسبب السيول بسبب الحجاج فأرادوا أن يبنوا الكعبة نعم وجددوا البناء يعني من بيدان النبي صلى الله عليه وسلم فأجتمعوا على تجديد بناء الكعبة بدأوا يبنوا في الكعبة حتى وصلوا إلى الحجر الأسود واختلفوا تنازعوا وكادوا يقتتلوا فيما بينهم على من الذي له هذا الفضل بأن يضع الحجر الأسود نعم قدر الله سبحانه وتعالى الذي يدخل عليهم هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عندما رأوه استبشر فرح فرح وقالوا رضينا هذا الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام اشتركوا في القناة والسلام خواهيكم لديه كنوم كالتا كما كما أو كنا لديه بساطة ريجاء عليه الصلاة والريجاء هو الذي يلبس من فوق عند الإحرام بساطة عليه الصلاة والسلام نعم نبي صلى الله عليه وسلم قط دخ ريطة على بأكور ريطة كي أفيدا كي كروب دوشيء أفيدا كي أفيدا كي سفيدا بساطة كمير يشير كي سفيدة إحرام ريطة كي كروب كم روك هم لئي ووضع عليه الحجر الأسود في وسطه نبي صلى الله عليه وسلم قط دخ ريطة ريطة كي أفيدا وامر كل قبيلة تأخذ من طرف و تحمل رفعوا حتى قربوا من مكان ثم عليه الصلاة والسلام وضعه بيدي عليه الصلاة والسلام في مكان وضعه بيدي نبي صلى الله عليه وسلم قط دخ ريطة كي أفيدا قط دخ ريطة كي أفيدا نبي صلى الله عليه وسلم